ما أهمية تعليم التعبير الكتابي؟ أو بمعنى آخر، لماذا يجب على معلم اللغة العربية أن يكون حريصاً على تعليم التعبير الكتابي للمتعلمين في مختلف مراحل التعليم؟ لعل الأهمية الأولى للتعبير الكتابي هي الأهمية التعليمية، فالتعبير الكتابي هو الغاية المنشودة من دراسة اللغة العربية، فهو وسيلة الإفهام، وهو أحد جوانب عملية التفاهم اللغوي، ولذلك يتفق الطربويون واللغويون على أن اكتساب القدرة على التعبير الواضح الجميل هو المحصلة النهائية لتعليم اللغة العربي، أي أن التعبير الكتابي يمثل الهدف النهائي الشامل لتعليم اللغة العربي، فكل فنون اللغة وكل مهارات اللغة تصب في التعبير الكتابي باعتباره الثمرة النهائية التي نرجوها من وراء تعليم اللغة العربي، هناك كذلك الأهمية النفسية، الأهمية النفسية تشير إلى الدور الكبير الذي يؤديه التعبير الكتابي في الحفاظ على نفسية المتعلمين، فالتلميذ العاجز عن التعبير الكتابي يتعرض لمواقف كثيرة ربما صادفه فيها الإخفاق والفشل في التعبير عن ذاته أو في إثبات قدراته، ولا شك أن مثل هؤلاء الأطفال عندما يتعرضون لإخفاق متكرر، يترتب عليه اضطراب كبير في سلوكهم، ويترتب عليه أنهم يفقدون الثقة بأنفسهم، ويتأخر نموهم الاجتماعي، وربما أدى العجز عن التعبير الكتابي إلى تصرب هؤلاء التلاميذ بالكلية من النظام التعليم، إذن للتعبير الكتابي أهمية كبرى في الحفاظ على التوازن النفسي للمتعلمين، وفي إعطاء الثقة للمتعلمين في أنفسهم، وفي إبراز قدرات المتعلمين، وفي إثبات ما تعلموه لمعلميهم وللمجتمع من حولهم، كذلك، فإن للتعبير الكتابي أهمية اجتماعية كبرى، فهو وسيلة التواصل بين الفرد وغيره من أبناء المجتمع، وهو أداة لتقوية الروابط الفكرية والاجتماعية والثقافية بين أفراد المجتمع، فالتعبير الكتابي يتيح للفرد أن يتواصل مع غيره، وأن يعبر عن حاجاته ومشاعره، وأن يكون على اتصال دائم بالعالم تراثاً وفكراً وأدباً وأخباراً وثقافة وسياسة، وتتجلى أهمية التعبير الكتابي في كونه وسيلة الاتصال التي تعبر حواجز الزمان وحدود المكان، ولذلك، وبدون التعبير الكتابي، تفقد الجماعة اللغوية ويفقد المجتمع الإنساني، قدرته على الحفاظ على حضارته، وعلى تسجيل منجزاته، وعلى تدوين إبداعاته، فالكلمة المكتوبة تعد بداية التأريخ الحقيقي للبشرية، هذه الأهمية الاجتماعية للتعبير الكتابي ترتبط بأهمية أخرى هي الأهمية الوظيفية، فالتعبير الكتابي هو أكثر فنون اللغة قوة وتأثيراً في المجتمع الحديث، كما أنه إحدى الأدوات الماهرة للتواصل من خلاله يستطيع الأفراد توظيف المعارف والمفاهيم المستقاه من قنوات المعرفة المتنوعة باستخدام الحواس المختلفة. هل يمكنك الآن أن تلخص لنفسك أهم الأسباب التي تبرز أهمية تعليم التعبير الكتابي في المدرسة السعودية؟